تحديث رائع من تحديثات شركة جوجل لكل واحد عنده حساب جيميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربكم خير وسعادة دايما أهلا بكل المتابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب تحديث جديد من شركة جوجل تحديث مهم جدا جدا لكل واحد مننا أو أي واحد عنده حساب جيميل طبعا معظم الناس بتستخدم حساب جيميل سواء أن انت عندك حساب جيميل بتعمله علشان تنشئ به مثلا حساب فيسبوك أو قناة يوتيوب أو ان انت بتستخدمه لشغلك الناس بترسلك عليه الهم ان احنا لا نستطيع ان احنا نستغنى عن حساب جيميل حساب جيميل بيبقى له عنوان اللي هو email address وبعد كده atgmail.com زي ده كده مثلا ده جيميلة هوت ده الادرس الخاص بالجيميل تمام ويه هنا atgmail.com ممكن يبقى هنا مثلا احمد ممكن يبقى اي اسم واهمي ممكن اي حاجة يعني ممكن انت كاتب هنا كلام كتير لا تستطيع ان انت تعدله يعني انت لا تستطيع ان انت تعدل الايه email address ده ولكن تحديث جوجل الجديد هو ان انت هتقدر ان انت تعدل جيميل address او email address اللي هو العنوان الخاص بيك يعني هقدر ان انا اشير الكلمة دي كده وحط كلمة تانية اغير الادرس نفسه الخاص بيه email ولو انت بحثت على شركة جوجل هتلاقي الخبر ده منتشر جدا على جوجل وعلى الفيسبوك وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي تتيح جوجل قريبا إمكانية تغيير عنوان البريد الإلكتروني جيميل دون خسارة أي بيانات أو حسابات مرتبطة بهذا الحساب وتشير المستندات إلى أن جوجل تتيح للمستخدمين اختيار عنوان جيميل جديد بدلا من عنوانك القديم الذي يتحول إلى عنوان وهمي أنا عندي حساب جيميل مثلا زي ده كده حساب جيميل زي ده كده يعني أنا دلوقتي لما غير الاسم لو أنا جالي الرسائل على الحساب القديم يعني الاسم القديم الأدرس القديم مش هيصل ليه لأ هيصل لك ما فيش أي مشكلة يعني الحساب القديم ده هيصل ما فيش أي مشكلة عليه رسائل وكل شيء يعني أنت لم تفقد أي شيء وكمان هتقدر أن أنت بعد ما تغير الأدرس اللي هو العنوان الخاص بيك هتقدر انت تسجل دخول تمام حتى بحسابك القديم مفيش اي مشكلة يعني عادي تسجل دخول بيه هيدخل على حسابك مفيش اي مشكلة مع ان انت غيرت الاسم لكن هتدخل مفيش اي مشكلة وتستقبل عليه البيانات والرسائل وكل شيء وطبعا الميزة دي هتتوفر بشكل تدريجي وجوجل تؤكد ان المستخدم لن يخسر اي بيانات او معلومات في حسابه القديم بيقولك هنا ان انت تقدر تسجل دخول لخدمات جوجل عن طريق ايه عن طريق حسابك القديم او الجديد مفيش اي مشكلة يعني بعد ما عدلته او ان انت تدخل من خلال حسابك القديم مفيش اي مشكلة ده اللي مذكور امامنا في نقطة مهمة وهي ان هو بيسمح لك تغير الاسم ده او العنوان ده او الادرس ده تمام مرة واحدة كل اتناشر شهر يعني كل سنة بحد اقصى ثلاثة مرات في المجمل يعني انت ليك ثلاث مرات تغير فيهم كل سنة تقدر تغير مرة يعني انت معك ثلاثة سنوات كل سنة تقدر تغير فيهم العنوان الخاص بالبريد الالكتروني الخاص بيك وبالتالي هذا التحديث تحديث كويس جدا لان في ناس كتير عملوا حسابات جيميل قديمة وعايزين يغيروا الاسم الخاص بيهم عايزين يخلوا شكله كويس يحطوا مثلا اسمهم الحقيقي يعني في ناس كتير وهي بتنشع حساب الجيميل عايزة تخلص وخلاص ولكن حاليا هيسمح لك ان انت بقى تغير الاسم لا فيش اي مشكلة خالص او العنوان يعني فديت ميزة انا شايف انها كويسة جدا جدا انتظر رأيكم وتعليقاتكم حول ميزة او تحديث جوجل الجديد لتغيير الادرس او عنوان البريد الالكتروني اكتبوا لي في التعليقات رأيكم وتعليقاتكم كيفية انشاء حساب جيميل كيفية تأمينه باعلى درجات التأمين كل الاشياء ديتم وجودة على القناة وهسيب لكم اهم الفيديوهات في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو لما التحديث الجديد يظهر اللي هو الخاص بتغيير العنوان الادرس هنعملكم ان شاء الله فيديو جديد نوضح فيه بشكل عملي فلو انتم مهتمين بهذا الامر واول مرة تشوفني فاشتركوا في القناة وفعل الاشعارات على الكل هشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في امان الله مع السلامة